ماذا عجب أنت المعارضة العراقية في تلك الفترة مو مودتش يعني ماذا عجب أنت دخلت بهذا الجانب ما عندك عدائية مثلا ويا صدام حسين أو ويا أحمد حسن البكر أنا عدائي ويا أي واحد يأذي أي واحد من الشعب العراقي هذه كانت يعني الظن من صغري عندي فد يعني من قصر من 58 إنه ما أقدر أشوف ظلم وأسكت وحتى من كنت ببغداد يعني أيام ما أحمد حسن البكر أنا وكاني خاف علي زوجي لأن ما أسكت يعني من ده أشوف ظلم أحكي واروح وأتعارك فكاني يقول لي زوجي مرات يقول لي أنا دائما من ده أرجع لبيت أخاف رح أشوفك لو ما أخريك ألقاش لو ما ألقاش فأبحك أقول لهم مني أخدوني رح ينطوك فلوس تطلعني لنا دوخهم لربما هي النقمة اللي عندك شيء على كل من أتى بعد العهد الملكي لا 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 أقدر أشوف ظلم مو قصة يعني أنا أبداً وإذا تسألهم كل اللي سأل ما عمري فرقت من جماعة عبد الكريم اللي ساعدتهم من جماعة يعني ما عندي ما فرق الإنسان محتاج محتاج وأني أكثر من هاي ما أشوف يعني لازم أخلصه هذا اللي عندي فهذا اللي خلاني يعني أنا طبعاً ضد الصدام شو ما صير ضد الصدام أنا بالأكوام شوفت ناس اللي تأذوا على إيده وعلى إيد الشسمة فما ممكن نحسكت فأنا كل شغلي طول عمري كان إنه شون إنسان ضد الظلم ضد الظلم من وما كان ما عندي أبداً ما فرق أبداً هذا كان الشيء الأساسي عني ما حاولوا الأجهزة الأمنية العراقية أن يتصلون بيتش أو هو يتصلوا عن طريق بيتش مباشرة مصر بعدين حاولوا وقالوا نشوفك و لازم نجي نشوفها زين وين يجون يشوفك آه أنا كنت بالأردن وقتها فقالوا إين نريد نجي فأنا قلت مادر زين الملك لازم ياله فخبرت الملك قال أوكي أحنا ندير بالنا عليك هاي بها سنة تقريباً لأن أدري أنت يعني جيت ستة وتسعين سبعة وتسعين آه ثمانية وتسعين هي جي في زمن الملك كحسين الله يرحمه اي 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 فبعدين ما عرف حسده قالوا لا ما نشوفها نشوفها باسبانيا كنت لهم زين ماكوا مشكلة أخويا كان سفير الأردني باسبانيا فرح لي لاسبانيا على ساس يشوفوني هناك بعدين على غفلة خابروا زوجي زوجي جاوي فقال له لا ما نريد نشوفها نشوفك باسئلك الزوجي فشافه قال له أنه احنا المهم يعني ما تشتغل وبعد وهي يعني ما واحنا من نريد نأذيكم واحنا إذا نريد نأذيكم ناخذ يعني نقدر ناخذ أراضيكم فناصر حلو تجاوب قال له ترى إذا تعرفت مرح تعرفنا هذا مهمها أبدا تأخذون أراضي تأخذون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر